اهلا بكم مشاهدين الى حلقة جديدة من كشك الصحافة نطالع فيها اهم وابرز ما تقوله الصحف العربية ومواقع الاخبار المحلية ونبدأها من المساعي التي يبدلها المبعوث الاممي الى اليمن ولا يبدو انها ستحضى بقبول وتأييد الحكومة الشرعية ووفقا لموقع يمن مونتور فان الشرعية في اليمن امام معركة مصيرية بعد رفض خارطة ولد الشيخ وفي التفاصيل قال الموقع تعيش الشرعية حالة استنفار قصوى مع تحركات بدأها المبعوث الاممي اسماعيل ولد الشيخ من اجل تسويق خارطة سلام جديدة والكشف عن تسريبات تهمش الشرعية بدرجة كبيرة لصالح تحالف الحرب الداخلية وتابع الموقع ابلغت قيادة الدولة المبعوث الاممي اسماعيل ولد الشيخ بعدم قبولها او استيعابها للخارطة والافكار التي رفضت وترفض مجتمعيا وسياسيا وشعبيا قال الرئيس هادي خلال لقائه بالمبعوث الاممي ان الافكار او ما سمي بخارطة طريق ليست الا بوابة نحو مزيد من المعاناة والحرب وليس خارطة سلام وعلى الرغم من التهديدات المبطنة التي بعث بها ولد الشيخ احمد للاطراف اليمنية التي لا تتعامل مع المبادرة الا ان الشرعية بدت في معركة مصيرية ومن خلفها ملايين المنوئين لتحالف الحوثي صالح موقع الموقع بوست اورد تقريرا في صفحته الرئيسية قال فيه ان المتابعة للوسائل الاعلامية المختلفة التابعة للانقلابيين في اليمن سيجد انها تروج لثقافة الكراهية والطائفية وتمارس الدعاية السوداء ضد الخصوم والسياسيين بشكل يهدد النسيج الاجتماعي للوطن ويسهم في تعميق الانقسامات والثأرات التي ستخلفها الحرب لسنوات عديدة ووفقا للموقع تعتمد هذه الوسائل الاعلامية التابعة لهم الكذب المبالغ فيه فيما يتعلق بتغطيتها للمعارك في مختلف الجبهات بشكل يربك الرأي العام ويؤثر في توجهاته وخاصة البسطاء والاميين الذين يسهل حجدهم الى ساحات القتال تحت تأثير التضليل الاعلامي المدروس بدقة ومنذ بداية الحرب عمد الانقلابيون الى اغلاق مختلف وسائل الاعلام التابعة لخصومهم السياسيين كما اغلق وسائل الاعلام المستقلة التي لا تدور في فلكهم وبدأوا بحملة مطاردة واعتقالات للصحفيين ويقبع في سجونهم عدد منهم والاخرون مشتتون داخل البلاد وخارجها هروبا من استبدادهم وعن طريقة تغطية اعلام الميليشيا لسير المعارك يقول الموقع بوست انها كثيرا ما تركز على الحديث عن انتصارات كبيرة وساحقة وتتجاهل تماما الخسائر في صفوف الانقلابيين وذلك بهدف رفع معنويات الموالين لهم وحثهم على المشاركة في القتال السياسي المعروف ياسين سعيد نعمان كتب معلقا حول الهجمة الارهابية التي تعرض لها البنك المركزي في عدن وقال ياسين الجريمة البشعة التي ارتكبت في حي كريتر بمدينة عدن واستهدفت تفجير البنك المركزي وادت الى تدمير مباني كثيرة في الحي المحيط بالبنك المركزي وتهديم بعض المنازل على رؤوس ساكنيها وهم نيام تفضح بدون شك من يقف وراء هذه الجريمة وغيرها من جرائم الارهاب التي شاهدتها عدن وبقية مدن الجنوب الامر لا يحتاج الى ذكاء لمعرفة من له مصلحة في تفجير البنك المركزي بتلك العبوة الضخمة التي جهزت لتدمير مبنى البنك بصورة كاملة لو لا صحوة حراسه الشيء الذي سيزعج هؤلاء هو ان الحادثة وما رفقها من فشل قد افصحت عن ان هناك جيلا من ابناء مدينة عدن ممن خرجوا من بين رماد الحرب ودمارها هم الذين يتحملون مسؤولية حمايتها وامنها ولا تحتاج المسألة اكثر من مزيد من الاهتمام والتدريب والتنظيم اما العنصر الحاسم وهو حبهم لمدينتهم واخلاصهم لها فقد اختبر بنجاح لا نظير له اثناء المقاوامة مسألة اخرى وهي ان الايام ستواصل كشف مصدر الارهاب وان حكاية داعش في اليمن هي اكذوبة لا تضاهيها غير اكذوبة الحروب السبعة التي خاضها صالح والحوثيين والتي مهدت لهذه الكارثة موقع المصدر ان لاين عنوان في صفحته الرئيسية نادي القضاء يدين الاهانات التي وجهها النائب العام للقضاء ويطالب باتخاذ الاجراءات ضده وفي بلاغ صحفي اصدره نادي القضاء حصل المصدر على نسخة منه اعتبر النادي ان الانتهاكات التي يتعرض لها القضاء وكان اخرها اختطاف رئيس محكمة المرور بالحديدة يوم الجمعة هي نتيجة لخطاب الاساءة والتحريض الذي يتبناه النائب العام المعين من قبل ميليشيا الحوثي كما اتهم النادي عبدالعزيز البغدادي بالتخاذل في وقت سابق ازاء اختطاف الحوثيين لأحد اعضاء النيابة العامة من العاصمة الصنعى واعتبر نادي القضاء خطاب التحريض والاساءة الذي تبناه النائب العام هو اهدار للحماية القانونية للقضاء من داخل المجلس على اعتبار ان النائب العام هو احد اعضاء مجلس القضاء واضح النادي ان تعيين البغدادي يعد انتهاكا لمبدأ استقلال السلطة القضائية من السلطة التنفيذية وشن النائب العام المعين من قبل الحوثيين عبدالعزيز البغدادي هجوما شديدا على القضاء وكتب مقالا تضمن اساءة وتحريضا على القضاء الذين قال انهم يقفون مع تجار المخدرات وتجار صفقات الاسلحة المشبوهة والفساد موقع عدن تايم تابع الاخبار المتعلقة بحادثة استهداف البنك المركزي في العاصمة المؤقتة عدن وعنون في صفحته الرئيسة البنك المركزي بعدا يعاود عمله وفي التفاصيل قال مصدر في البنك انه يجري اصلاح الاضرار التي تعرض لها البنك جراء التفجير الارهابي وان البنك عاد لمزولة عمله بصورة طبيعية وكانت رزالة الداخلية قد اعلنت احباط محاولة استهداف البنك بسيارة مفخخة ووصفت الحادثة بانها تأتي في اطار الرد على قرار نقل البنك الى العاصمة المؤقتة عدن الاستبداديون ولوح التاريخ الاسود تحت هذا العنوان كتب محمد عبدالوهاب الشيباني مقاله المنشور في الوحدة وينت وقال الكاتب في جزء من مقاله ما الذي سيتبقى من سيرة المستبدين الجدد ومسيرتهم الذي سيتبقى انهم سيختزلون الصور الثلاثة البائسة في انموذج واحد فهم بحكم تعصبهم السولالي سيعيدون احياء الامامة كسلطة تسري في حياة الناس وينتجون صورة الامام الشحيح الذي امات الناس جوعا ومخازنه ملأ بالحبوب او ابنه الذي قهر معارضيه واطفأ صوتهم بالتغييب والتشريد ويعيدون انتاج سلوك الحاكم الذي استثمر في التجهيل والتعصب لانتاج محاربين عميانا يحمون العائلة المقدسة ومصالح التي بدأت تتعاظم بفعل سلطة الامر الواقع عوضا عن دمج هؤلاء المحاربين في المجتمع كأبناء منتجين تشغر وقتهم الحقول والمصانع والجامعات ولا تقصف اعمارهم الجبهات وتتعطر جثثهم بالبارود وأخيرا يعيدون انتاج صورة الاستبداد للحزب الديني بتحويل الصراع على السلطة إلى صراع بين فئتين ناجية وباغية وتحويل الكثير من قادة المسيرة والمزاودين باسمها إلى شبكة فاعلة من النافذين الذين استطاعوا خلال فترة الحرب انتاج اقتصاد ظل يكبر ويتقوى من المتاجرة بمواد الإغاثة والمشتقات وسوق العملة وتبيض الأموال واستقطاعات المجهود الحربي وتبرعات دعم البنك إلى آخر المسميات صورة الاستبداد واحدة حتى وهي تشتغل على تنويعات الخطاب وأدواته واستحضاراته التاريخية لأنها في خلاصتها السلطة تستخدم كل ما تستطيع في سبيل ديمومتها في حياة الناس وتحاول في كل منعطف تاريخي وفي سبيل إكساب نفسها شرعية ما التعامل مع التاريخ بوصفه لوحا أسود يمكن الكتابة عليه بعد ما هو ما كتبه الآخرون غير أن التاريخ بمكره وحفرياته في الوعي له أقوال أخرى ومشيئة خاصة في التدوين قادرة على أن تقول لهؤلاء تستمسوا استبدادين عابرين في حياة هذا الشعب المكبوت موقع المشاهد أورد عددا من العناوين أبرزها مقتلوا 17 مدنيا في قصف لطيران التحالف على تعز وقال الموقع قتل 17 شخصا من المدنيين في محافظة تعز مديرية الصلو في قصف جوي نفذه طيران التحالف التي تقوده السعودية في اليمن وتشهد الصلو وفقا للموقع اشتباكات بين الجيش الموالي للشرعية المصنود بالمقاومة الشعبية مع مقاتل الحوثي وقوات الرئيس اليمني السابق صالح الذين يحاولون الدخول إلى مناطق يسيطر عليها حلفاء الرئيس هادي وقال شهود عيان أن طيران التحالف قصف منازل في قرى بمديرية الصلو راح ضحيتها مدنيون من النساء والأطفال وقال أحد الصحفيين المنتمين إلى الصلو أن الأسر التي تعرضت لقصف الطيران كانت قد هربت من قصف قوات الحوثي وإذا بطيران التحالف ينهي الأمر بقتلهم جميعا والباقي متواجدون الآن في مستشفيات الدمنى والراهدة والحوبان معظمهم في حالات حرجة وقال الصحفي الذي روى الخبر كنت أتمنى الموت قبل سماع أخبار أهلي وأبناء عمومتي يقتلون ويخرقون من قبل آلات الموت الجوية والأرضية فكم بمقدوري أن أختمل هذه المواجع موقع الاشتراك نت أيضا تابع بعضا مما يحدث للأطباء في البلاد ولكن هذه المرة في محافظة المهرة اعتداءات متكررة على أطباء مستشفى الغيضة بالمهرة وسط تجاهل السلطة المحلية وقال مدير مستشفى الغيضة المركزي الدكتور عوض مبارك سعد للاشتراك نت إن الاعتداءات على الأطباء تتكرر منذ سنوات ولكنها ازدادت في الأوينة الأخيرة لضعف هيبة الأمن في المحافظة موضحا أن الاعتداءات تنوعت بين الضرب وإطلاق النار على الأطباء مباشرة كما يتعرض بعض الأطباء للشتم والإهانات من جهته أكد رئيس لقبة عمال مستشفى الغيضة محمد صالح التميمي خلال حديثه للاشتراك نت أن الاعتداءات شبهة متكررة سواء بالفترة الصباحية أو المسائية سواء كانت بإطلاق النار أو اعتداءات باليد أو إطلاق النار في الهواء وعلى جدران المستشفى نذهب إلى فاصل قصير ثم نعود لنطالع أهمة نقلته الصحف العربية في الشأن اليمني ابقوا معنا نعود الترحب بكم مشاهدين الكرام والبداية من صحيفة الشرق الأوسط حيث تدقلت عن مصادر رئاسية يمنية قولها إن الرئيس عبد الرب منصور هادي رفض تسلم الرؤية الأممية التي حملها مبعوث الأمم المتحدة إلى اليمن إسماعيل ولد الشيخ وعازت ذلك إلى أنها لم تعتمد المرجعيات الرئيسية باعتبارها تشرعن للانقلاب والانقلابيين وذكرت مصادر رسمية يمنية للشرق الأوسط أن الرئيس هادي استعرض بشكل موسع أمام ولد الشيخ كافة الخطوات والترازلات التي قدمتها الحكومة في مسارات السلام ومحطاته المختلفة بغية حقن الدماء اليمنية ووضع حد للمعاناة التي يتجرعها أبناء الشعب جراء الحرب الظالمة للقوى الانقلابية التابعة للحثي وصالح ومن يسردهم واعتبر هادي أن الخريطة التي حملها ولد الشيخ في المجمل لا تحمل إلا بذور حرب إن تم تسلمها أو قبولها والتعاطي معها على اعتبار أنها تكافئ الانقلابيين وتعاقب في الوقت نفسه الشعب اليمني وشرعيته التي ثارت في وجه الكهنوت والانقلابيين وأشرت البصادر الرسمية أن قيادة الدولة من نائب الرئيس هادي ورئيس الوزراء ونائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية الذين حضروا اجتماع الرئيس بولد الشيخ في الرياض عبروا عن عدم قبول أو استيعاب تلك الرؤية والأفكار وطلبت القيادة اليمنية مبعوث الأمم المتحدة بأن يكون مدركا ومستوعبا لمتطلبات السلام في اليمن الذي لن يأتي إلا بإزالة أثار الانقلاب والانسحاب وتسليم السلاح وتنفيذ ما تبقى من الاستحقاقات الوطنية صحيفة الخليج عنونت في صفحتها الرئيسية عمليات مستمرة في اليمن مع تعثر المسهر السياسي وفي التفاصيل قالت الخليج واصل طيران دول التحالف العربي شن غاراته مستهدفا للميليشيات الانقلابية في مواقعها وتحركاتها وردا على تصعيدها في إطلاق الصواريخ الباليستية ففي محافظة حجة استهدف طيران التحالف مواقع للميليشيات بجبهتي ميدي وحرض وتجمعات للميليشيات في وادي عيان وفي محافظة شبوة تتواصل المعجهات والقصف المتبادل بين وحدات اللواء 19 والميليشيات في حين شنت مقاتلة التحالف العربي عدة غارات على تحركات وآليات للميليشيات في جبل الخيضر بمديرية عسيلان صحيفة الاتحاد الإماراتية تابعت الشأن اليمني وأوردت في صفحتها الرئيسية مطالبات بتصنيف الحوثيين حركة إرهابية حيث تواصلت التصريحات العربية والإسلامية المنددة بالعملية الإرهابية التي قامت بها ميليشيات الحوثي بإطلاق صاروخ باليستي باتجاه مدينة مكة المكرمة وطالب وزير الإعلام في الحكومة اليمنية معمر الإرياني بتصنيف ميليشيات الحوثي كحركة إرهابية مستنكرا محاولتها استهداف المقدسات الإسلامية وقال الإرياني في تصريح صحفي مثل هذا الاستهداف يكشف الوجه الحقيقي للعصابات الإنقلابية وفقدانها للوازع الديني والأخلاقي وأضاف الوزير ندعو المجتمع الدولي إلى القيام بواجباته القانونية والسياسية والأخلاقية تجاه اليمني واليمنيين من خلال تطبيق قرارات مجلس الأمن الدولي كثر الحديث أخيرا عن نتائج الربيع العربي البعض يذهب إلى القول إنه لا ربيع هناك كان برق لا مطر يجاري والبعض الآخر يرى أن الربيع قد خطف بلا رجع في محاولة للوم الآخر هكذا بدأ الكاتب الكويتي محمد الرميحي مقاله المنشور في الشرق الأوسط وقال الكاتب في أجزاء من المقال في اليمن يحاول تحالف صالح والحوث العودة من جديد إلى الوراء حتى ولو كانت إيران بكل ما لديها من موارد خلف تلك العودة الإجبارية فإن العودة إلى الماضي اليمني سواء الصالح أو الإمام ضرب من الخيال مهما حاول البعض أن يطمئن نفسه بأن تلك القوى قادرة على إرغام الشعب اليمني بالعودة للقهر والماضي المتجمد لقد أخذ الربيع العربي ضربة على الرأس قاسية ولكنها غير مميتة سواء في اليمن أو ليبيا أو سوريا أو حتى العراق هو الآن في مرحلة بين المرحلتين ومع انحدار داعش المتوحش تسقط المرحلة الأولى من مقاومة الربيع كما تسقط دريعة بقاء الأنظمة الظالمة لشعوبها أي عاقل يرى أن المستقبل هو بالتأكيد أن العودة للماضي قد يبقى بشار الأسد لبعض الوقت في دمشق لكن مرحلة بشار التاريخية أنتهت إلى غير رجعة ولو شعر النظام السوري اليوم بالصحوة المهور كما قد يبقى صالح والحوثي لبعض الوقت إلا أن مستقبل اليمن هو خارج سلطتهم يتعاطى معظمنا مع الظواهر التي أطلقها الربيع كالعنف المفرط وانقسام الأوطان في الغالب بردات الفعل يفوتون أن ما يحدث هو تعبير الجزء عن الكل وذلك يحتاج إلى فعل لا ردات فعل صحيفة العرب الجديد عنونت في إحدى صفحاتها الداخلية اليمن الحوثيون يشيدون كيانا موازيا لصالح تجار الحرب وتقول صحيفة العرب الجديد إنه لم تكن حرب جماعة الحوثيين المتمردة في اليمن للسيطرة على مؤسسات الدولة مسلحة فحسب وإنما كانت هناك حرب أخرى ضد الاقتصاد الرسمي بهدف تدميره وخلق كيانات موازية تصبح مصدرا للأموال والإمدادات لفترات أطول ويقول خبراء في الاقتصاد إن الحوثيين عملوا على تكوين إمبراطورية مالية وكيان اقتصادي موازي بعد تدمير القطاع الخاص النظامي لصالح قطاع آخر طفيلي كون ثرواته بموارد الدولة وعائدات السوق السوداء ويقول رئيس تحرير مجلة اقتصادية متوقفة عن الصدور أن الحرب أفرزت طبقة جديدة من البرغوازيين من تجار الحروب والذين تشدقوا بالمعارك وأصبحوا الآن نجوم الركود الاقتصادي ويضيف في حديث للعرب الجديد هناك المئات من أصحاب الأعمال والتجار اليمنيين أفلسوا وأنهوا تجارتهم نتيجة الحرب كما غادر آخرون اليمن وتركوا أعمالهم عرضة لابتزاز الميليشيا وفي مقابل ذلك صعدت تجار الحوثيون من العدم باستثمارات تتوزع أنشطتها بين شركات صرافة جديدة فتحت في صنعاء ومحطات كهرباء خاصة بمولدات عملاقة ومحطات للغاز تعمل بلا ترخيص ويتابع بظهور هذه الطبقة الجديدة من أثرياء الحرب انهارت أهم طبقة اجتماعية ساهمت في الاستقرار الاجتماعي للبلاد انهارت الطبقة الوسطى التي تضم فئة الموظفين والموظفات والذين باتوا فقراءا وهم دون رواتب منذ شهرين صحيفة القدس العربي قالت في أحد عنوينها عن واحدة من أكثر الأحداث التي لن تمحى من الذاكرة العربية الجزائر رخل الاستعمار الفرنسي وبقيت ألغامه تحصد الضحايا وقالت الصحيفة لم يكن خروج الاستعمار الفرنسي من الجزائر عام 1962 نهاية لمأساة دامت 130 عاما بل استمرت مخلفاته في حصد الضحايا بسبب ملايين الألغام التي زرعتها وبقيت تنفجر بعد رحيله ليسقط على إثرها آلاف القتلى وأصحاب الإعاقات الجسدية عبر عقود ويفوق عدد الألغام الذي أزالتها وحدات الجيش الجزائري المتخصصة على مرحلتين 8.8 من 10 ملايين لغم أرضي ما يعني أنه تمكن من تطهير أغلب المواقع التي كانت حقول ألغام في السابق بحسب بيانات رسمية وقالت الصحيفة استنادا إلى أساتذة تاريخ أن دراسات تاريخية عسكرية فرنسية تشير إلى أن الجيش الفرنسي زرع 11 مليون لغم في الجزائر أثناء حربه ضد جيش التحرير الوطني أغلبها في المناطق الحدودية الجزائرية مع كل من تونس والمغرب لمنع وصول الإمدادات للثوار ضد المستعمر في ظل قصف النظام السوري وحلفائه لمناطق المعارضة منذ أكثر من خمس سنوات وسقوط مئات الآلاف من القتلى أصبحت المقابر في كثير من المدن والبلدات غير كافية والإيجاد مخرج لذلك تواصل المجلس المحلي لمدينة دومة قبل عام إلى فكرة المدافن الطبقية ويقوم الدفن الطبقي الذي اقترحه مهندس في المجلس على أساس إنشاء حفر كبيرة ومن ثم تجهيز قبور بداخلها فوق بعضها البعض بشكل طبقات جولة في واحدة من هذه المقابر من خلال الصور التي نشرتها العربي الجديد اشتركوا في القناة في هذه المجموعة من الصور والصحف العربية نكون قد وصلنا إلى ختام حلقتنا لهذا اليوم من كشف الصحافة إلى أن نلقاكم في حلقة جديدة نترككم في أمل الله ونتابع معا مجموعة من رسوم الكاريكاتير إلى اللقاء اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة